ويعني إن شاء الله يكون حوار ساخل يدف الجميع بإذن الله طيب محدثكم عبدالله التركي أنا الرئيس التنفيذي لشركة كراون ونكمبني خريج إدارة أعمال دولية وماجستير في إدارة الضيافة عملت من قبل في فنادق ومنتجعات الفور سيزنز وكنت مدير عمليات لأدوانس ديست وفطور فارس نبدأ عن الحضور ونخلي الضيوف يعرفوا بنفسهم نبدأ من الأستاذ عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم وسعيد والله بوجودي أخي عبدالله سعيد بوجودي بجانب الأخت نوف والأستاذ يحيا والله يحييكم جميعا أخوكم عبدالله الكبريش شركة مؤسس في شركة طريق الامتياز التجاري فرانوي شركة متخصة في استشارات المطاعم والحوكمة والحوكمة مستثمر في قطاع المطاعم وأيضا مستثمر في الفوتك واليوم إن شاء الله نسعد بالنقاش والحوار مع الزملاء نطول بعمرك راس على علم في المجال ويعني ما شاء الله استفدنا منك الكثير الله يربع قدرك لأستاذ نوف مرحبا أختكم نوف الحربي رائدة أعمال مؤسسة أكثر من براند سعودي منهم حمسة وتغميسة جدا شرفت أنه أنا مع أستاذ عبدالله أستاذ يحيا ومعك أستاذ عبدالله ويعطيكم العافية الله يعافيك يا رب أستاذ يحيا مجرشي أهلا وسهلا يحيا مجرشي أنا شريك مؤسس لشركة كراونين كو شركة في مجال استشارات المطاعم والفنادق أعمل في المجال من 13 سنة تقريبا نتخصصي أكثر في المطاعم وسعيد بوجودي معكم الله يسهل طيب نبدأ في الموضوع وحابين قبل لا ندخل في الأسئلة وعمق الموضوع حابين أستفسر الموضوع نمو وإستدامة طاع المطاعم والمقاهي طيب بشكل عام حاب كده أسأل الحضور بس يعني مشاركة من غير يعني أي جواب بس حاب نعرف الوعي والأويرنس في موضوع الاستدامة فبشكل عام يعني مين يعرف يعني ليعرف معنى الاستدامة بس يرفع يده ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله فالوعي في الموضوع هذا يعني واضح طيب أنا بشكل سريع بعطي نبدأ عن الموضوع الاستدامة لأنه كثير من الناس يعتقد أنه الاستدامة مجرد أنه الاستمرارية خلص هذا المشروع مستمر هذا مشروع مستدام لا الموضوع أعمق من كده بكثير الاستدامة باختصار هي إنشاء مشاريع أو منظمات اقتصادية من غير تأثير على الأجيال المستقبلية بالعكس المفروض ويستر ذاتون للأجيال المستقبلية وترتكس على ثلاثة ركائز رئيسية عشان مشروع هذا يكون مستدام لازم يكون بيخدم المجتمع لازم بيكون بيخدم الاقتصاد ربحي ما هو جمعية خيرية أول ألمنت الثالث أو الركيزة الثالثة هو لازم يخدم البيئة والطبيعة فهذه الأشياء مع بعض تكون مع بعض هذا المشروع يكون مستدام وبعد كده حنتكلم عن بعض الأهداف اللي حددتها الأمم المتحدة في موضوع الاستدامة هذا لكن نبغى نبدأ الحوار بسؤال جوهري وكثير يعني يشغل بالا الجميع ليش كثير من المطاعم في أول سنة بتغلق ليش ما بيستمروا أيش موضوع أول سنة من الافتتاح والتحديات اللي تواجهها المطاعم في هذه الفترة في نيويورك مدينة نيويورك لحالها كل سنة يقفل أكثر من عشرة آلاف مطعم فقط في أول سنة ما يكمل السنة الأولى ولا المطعم هذا مغلق أيش الأسباب يعني هذه ظاهرة يعني خاصة في الفترة هذه والتحديات والمنافسة لازم نتعمق فيها شوي ونفهم ليش التحديات اللي تواجه المطاعم في أول سنة فأنا بعطي سؤال للحضور ونبدأ بالأستاذة عبدالله إيش تعتقد سبب الظاهرة هذه أو التحدي في أول سنة القطاع المطاعم غالبا في جميع دول العالم قطاع محفز وقطاع ينمو بشكل مستمر في أكثر دول العالم اليوم القطاع الميزة فيه أنه سهل الدخول هذا الميزة فيه لكن نسبة التعثر والفشل يذكر يعني بالإحصاءات أنها تتجاوز تقريبا 60 إلى 70 في المائة في أول سنة في أول سنة فكثير من المستثمرين ورواد الأعمال اليوم يلقى أنه في فرصة لدخول سوق العمل يحب أنه يكون عنده لقب ريادي أعمال وبالتالي ينسحر بقطاع المطاعم هو كاشكاو قادر على توليد متدفقات نقدية جيدة بشكل يومي على عكس القطاعات التجزية الثانية لكن ما يأخذ المخاطر غالبا أي قطاع يولد إيرادات عالية يكون فيه مخاطر مرتفعة التحدي الكبير من رواد الأعمال أنه ما يناظر المخاطر وغالبا يندفع أو يجازف في عملية الصورة الوردية اللي هو يسمع عن ريادة الأعمال ومصدر دخل إضافي وأنه هذا قطاع جدا ممتاز والناس صارت تصرف مصاريف أكثر وصار فيه رغبة للخروج للأكل خارج المنزل لكن فيه تحديات في التشغيل ما يأخذها بعين الاعتبار فيه تحديات في استقطاب الكفاءات والقدرة على استمرار الكفاءات في المستقبل ما يأخذها بعين الاعتبار القدرة على الابتكار والتطوير وجود تدفقات أو موازنة خاصة في عملية التسويق والترويج للمنتجات ما يأخذها بعين الاعتبار فلما يدخل في المنظومة التشغيلية يتفاجأ أنه في تحديات كثيرة ما كانت ضمن دراسة الجدوى ما كانت ضمن خطة العمل اللي هو حاطها بعدين يبدأ تتراكم عليه التحديات يصل لدرجة أنه ما يقدر يكمل هذه الرحلة وبعدين يتأثر جميل أنت ذكرت نقطة جدا مهمة موضوع وجود خطة عمل هذا الشيء يعني ما مدى أهميته يعني يجي رائد عمال كثير من المستثمرين الجدد يبدأ بشكل ارتجالي بدون خطة عمل بدون شيء بدون يعني مرجع له واضح يعني ما مدى أهمية وجود خطة عمل لأي واحد حاب يفتح مطعم يستهوي أنه بعض المستثمرين أنه والله يفتح مطعم خلاص عادي شغلة سهلة وويتر وطباخ وانتهى الموضوع انأذنت لي أنا ودي أسمع من أستاذة نوف ويحيا على موضوع تعثر مطاعمه أول سنة وبعدين نرجع للمحورة الجميلة اللي هو هل خطة العمل مهمة وكيف هي مهمة وش كثر تفاصيل نحط فيها ودك أسمع يعني من تجاربهم في الميدان أكثر عن موضوع التحديات بكل تأكيد الأستاذة نوف ما شاء الله تبارك الله يعني أنت رائدة أعمال وحققتي يعني صعب أنه الواحد يثبت مفهوم ويكون ناجح ووعي العلامة التجارية أشياء كثير وتحديات المطعم يواجهها الين ما يعني يصير مثبت في البزنس وذيك الساعة مستثمرين حتى يصير لهم قبول للاستثمار في هذه العلامة التجارية فالسنة الأولى والتحديات اللي واجهتها وخبرها يمكن بالبداية مثل ما قال أستاذ عبد الله كنت لاحقة بس أنه أنا شغف وأبي أسوي المطعم وكنت فرحانة بس بالشكل وأنه الطبخ وأنه أنا عندي مثلا أشياء خاصة فيني أبي أحطها بالمطعم لكن من أول كم شهر واجهت التحديات اللي يقول عليها اللي هي صعوبة التشغيل خدمة العميل وإرضاءه يعني هذه التحديات في البداية كانت جدا صعبة علي لأنه أنا ما عندي خبرة ولكن مع الوقت الحمد لله والتخطيط الكويس وحرص أني أنا أكون متواجدة 24 ساعة يعني أول من يدخل آخر من يطلع خلتني الحمد لله أتعدى كثير من التحديات الحمد لله هذه نقطة الشغف يعني ويعني نحن دائما نذكرها بمصطلح إنجليزي بيرنينج ديزاير اللي هي شعلة الرغبة والحماس في إنهاء المشروع فهذه البرنينج ديزاير لازم دائما تكون موجودة عند رائد العمال إذا انطفت خلص انطفى فيها البزنس لأنه البزنس هذا بزنس ناشئ جديد حي زي الطفل الصغير يحتاج له عناية واهتمام في البداية مكثفة وإلى ما يقوم على الرجل وبعد كده الوضع يكون مختلف وحنتكلم في التفاصيل بعد ما يقوم البزنس ويش يسير أستاذ يحيى موضوع ليش كثير من المطاعم بتكفل في أول سنة ويش التحديات اللي بيواجهوها أنا أشوف سبب إنه سهولة الدخول للبزنس ما يعني إنه ما أعطي البزنس حقه أنا أدخل فيه بسهولة I have to treat it as a business يعني لازم عاملوك أنه كيان تجاري بشكل جدي بشكل جدي صحيح يعني ألاحظ ممكن أي شخص يفتح مطعم أول شي يفكر فيه يقول أبغى شيف يفتح لي المطعم لا الشيف وجوده مهم بس هو جزء من المنظومة فيه أقسام دارية مهمة لأنها مرتطة بالتخطيط مرتطة بالاستقطاب الكفاءات نتكلم عن المواد البشرية المشتريات عشان يكون عندي إدارة تكاليف صحيحة الإدارة المالية فهذي يعني اليوم أي بزنس لازم يبدأ بالأقسام الإدارية بعدين أنتقل للأقسام التشغيلية يعني ممكن الواحد يبدأ بالقسم التشغيلي اللي هو بيبدأ بفكرة الكونسب بالتسويق بوجود الشيف بس شايفين الأقسام هذه لازم كلها تأخذ بين الاعتبار يعني ما ينفع بس أعتمد على شخص واحد أو على إدارة واحدة وأهمل باقي الإدارات لأنه حتلاقوا أكبر سبب يعني أو أكثر شي ممكن يحدد مقياس أنه البزنس هذا حيستمر ولا لا أنه لو الشخص هذا طلع البزنس كامل يطيح فمعناته أنه ما نبنى ببنية تحتية قوية البنية التحتية تشمل كل الإدارات فاليوم اللي بغير يفتح مطعم إنه بزنس فبتدفع رؤوس أموال بيكون فيه تخطيط بيكون فيه كفاءات تدخل أشخاص مسؤولين فما ينفع بس عاملوا أنه أكلوا شرب وخدمة بدون ما عاملوا ككيام تجاري كامل صحيح جميل جدا وهذا يقودنا برضو للنقطة اللي تكلمنا فيها نقطة التخطيط الصحيح وجود سياسات وقوانين وجود خطة عمل يعني يريد نتعمق فيها شوية معك أستاذ عبدالله تقول لنا مدى أهميتها ووش ممكن تأثيرها على البزنس بيكون أنا أقول جائما خطة العمل مو بلازم تصير فيها تفاصيل كثيرة أو يصير والله مستند من 20 أو 40 صفحة ممكن شي بسيط ثلاثة أربع صفحات الأقل تحدد وش الأشياء اللي عندك فيها أولوية وش الأشياء اللي يحتاج أنك تعملها ومتى تعملها وبالتالي لا قدر الله إذا صار ما قدر تتصلحها وش أثرها عشان بستعرفوا ش المخاطر اللي ينداخل فيها أخذن بعين لاعتبار الأمور التنظيمية الجهات التشريعية اليوم في خطة العمل وش يحتاج أنا من موظفين وش يحتاج من تراخيص وش يحتاج من إجراءات حكومية لازم ألتزم فيها خطة العمل يحتاج أنك تعرف متى المعدات والأجهزة اللي تحتاج أنك تشتريها ومن وين تشتريها وبأي مواصفات أن تأخذها تحتاج أنك تعرف متى تستقطف الشف وتحتاج أنك متى تعرف تستقطف الموظفين وبالتالي وش نوع التدريب اللي لازم يحصل عليها الموظفين ومتى إنه تخلق تجربة عميل جيدة يحتاج أنك تعرف التدفق النقدي هذا كم تدفق أو أشيء كم عندي سيولة نقدية لازم موجودة قبل افتتاح المشروع كم المخزون اللي لازم يكون موجودة عندي في المشروع وبالتالي كيف أنا أدير التدفقات النقدية لاحقا خطة العمل إنه إذا صار في مخاطر أثناء إجراءات العمل وشلون أنا أقدر أثلافها يعني شلون يكون عندك مستند مبسط لأنه في كثير تكاليف مخفية حنا نسميها أو hidden cost ما تتفاجأ بعدين أنك لما تشتغل إنه عندك التكلفة الفلانية والتكلفة الفلانية أنا ما أخذتها في عين الاعتبار ما حطيتها ضمن الفود كوست ما حطيت حساب للأرباح والخسائر ما عندي الريسيفي كارد حق الوجبات أو الوصفات اللي أنا بقدمها زي ما تفضل أخو يحيا مش أشف أنا بالتالي تعثرت ماني بقادر أعمل خطة العمل هي خارطة الطريق هي النافجيشن سيستم حقنا لازم يكون موجود لازم نعد هذا المستند ولازم أنه نشارك هذا المستند مع زمل أهل الخبرة لازم نروح لأهل الخبرة ونقول له هذا المستند أنا عندي هذه خارطة الطريق خطة العمل هل هي كافية وشآفية هل أنا أخذت بعين الاعتبار كل المتطلبات ولا في أشياء أنا نسيتها لأنه بعين يصير فيه عنصر واحد نسيته ممكن يأخر افتتاح المشروع ستة شهور ثاني مرة إذا تأخر افتتاح المشروع أنت حاط في بالك أنك تفتحه مثلا في يناير وتأخر ستة شهور عندك تكاليف ثابتة رايح تمشي عليك كل شهر إذا أنت ما احتطت لها رايح لا قدر الله تتعثر أو تبدأ تقول أنا أبحث عن شريك أو أبحث عن ممول تروح للبنك يرفض التمويل إذا خارطة الطريق أو خطة العمل هو عبارة عن مستند تدرج فيه جميع الأنشطة اللي لا بد أنك من القيام فيها وتحط المخاطر اللي تكون متوافقة معها وبالتالي كيف أنت تقدر تتجاوزها بعد هذه الفترة إذا ما تعرف تصلح خطة عمل مهو بعيب لأنه كلنا بأحيان ندخل أول قطاعة وأول تجربة أنك تروح للناس اللي عندهم خبرة ويعني استشر الناس اللي سبقوك في الميدان وتقول له مش التجارب اللي مرتوا فيها وش التحديات اللي أنا ممكن أمر فيها كيف أتجاوزها هذا أنا المستند اللي عندي هل ممكن؟ والجميل في الناس أنها غالباً تحب أنها تأطي يعني اليوم إحنا في مجتمع الحمد لله إسلامي وعربي وسعودي نحب أنه نساعد يعني العطاء عندنا هو نبذى يعني موجودة في كل إنسان ويحب أنه يحاول أنه شرون يوصل الناس لخطوات النجاح بعتوفيق رب العالمين جميل شكراً بس عشان ويريكاب على آخر نقطة مهم جداً لأي أحد حاب يدخل المجال يعني يسوي خطة عمل يكون عنده أشياء بسيطة جداً ممكن يعني تفشي لبزنس الفكرة تكون حلوة كل شيء يكون جميل مثلاً مساحة الإيجار أن حسبت خطأ البزنس خلاص ما كانت بخطة واضحة عدد الموظفين ما تم حسابه بشكل صحيح البزنس بدأ في النهاية لأنه حتستثمر كثير من الأموال في استقطابهم وممكن تكون الخاطئة يعني فوجود خطة عمل وكريتكال بات واضح إيش تحتاج في كل قسم في كل شيء كم حتصرف في كل منطقة إيش المبالغة إلا خليك تغطي لا سمح الله لو سار فيه تأخير في المشروع وما إلى ذلك فهذه الأشياء جداً مهمة في أول سنة يتم أخذها في عين الاعتبار تمام؟ أوكي عند حين نتكلم على أهداف التي جعل ممكن من هذا المشروع مستدام خلاص تكلمنا عن التحدي إلا في البداية ممكن نواجه أي بزنس الآن أهداف الأمم المتحدة اللي اتفق عليها العالم خلاص ممكن أي واحد يقول والله هذا يعني الشيء اللي بسويه شيء يقود للإستدامة لا فيه 17 هدف تم صياغته في الأمم المتحدة هذه هي الأهداف التي تعني بالإستدامة تفرق من مجتمع لمجتمع من حيث يعني حجمها ونسبتها وقوتها لكن هذه أهداف يجب التركيز عليها للحصول على نتائج تقود إلى منظمة مستدامة إحنا حنذكر تقريبا عشر أهداف وجدناها يعني تأثر في القطاع واستدامته بشكل مباشر أول هدف هو وجود الدورات أو وجود التعليم في هذه المنظمة حتى لو كان مطعم حتى لو كان شيء بسيط في ناس تستهون لكن هذا علم بحد ذاته علم الضيافة علم الطبخ فما مدى أهمية وجود برامج تعليمية ووجود مواد تعليمية لاستدامة المشروع فأنا حاب أوجه هذا السؤال للأستاذ يحيا وتفضل يحيا يعطيك العافية الله يعطيك أهمية التعليم قطاع المطاعم يعني هو شيء مؤسف بس الحمد لله صارت فيه مبادرات من دولتنا مبادرات من جهات خاصة بتركز على التعليم في قطاع الهوسبتالة يعني قطاع الضيافة اليوم لو نرجع لأصلا احنا كعرب كمسلمين كسعوديين الضيافة في دمنا يعني معروفين احنا شعب مضياف فلما مثلا احنا شعب مضياف فلما ندخل نتعلم الضيافة بالعكس نكون احنا اغلب الأشياء بنطبقها يعني في حياتنا اليومية يعني دائما اضرب مثال لما مثلا ادرب موظفين جدد في مطعم انه اعتبر اي شخص بيجيك على المطعم كأنه شخص كأنه ضيف بيجيك على البيت فبالعقلية هذه هتقدر تعامله كضيف ودخول الضيف يعني على البيت نحرص انه ما يطلع إلا واحنا مكرمينه فاليوم التعليم في قطاع الضيافة متركز على الشيء هذا طبعا في بعض العلوم يعني تتكلم مثل سلامة الأغذية والمشروبات كيف الواحد يتعامل مع الأغذية والمشروبات كيف الموظف يتعامل مع الأغذية النية الأغذية المطبوخة درجة الحرارة درجة الحظ طرق الخدمة يعني التعليم في قطاع الضيافة خطوات الخدمة هي نفسها كيف نستقبل من الاستقبال إلى التوديع فبس الساينس هذا لازم يعني لكل أي شخص يشتغل في قطاع الضيافة وقطاع المطاعم يكون ملوم فيه عشان يقدر يعني يحقق التوقعات اللي توقعها الضيف اليوم الضيف أو الزبون أو العميل لما يجي على المطعم عنده توقعات الله يعني أو ممكن أقول واحدة من طموحاتي إنه بحكم إنه إحنا شعب مضياف إنه الناس من برة السعودية تيجي تتعلم قطاع الضيافة في السعودية لو وصلنا للمرحلة هذه بإذن الله يعني إحنا قطعنا شوت شوت طويل في قطاع التعليم بإذن الله بإذن الله ولنا في فوديكس خير مثال فوديكس الآن عندهم فوديكس أكاديمي أحد المشاريع الجميلة اللي تركز في تدريب الرواد المطاعم الويترز الكيتشن ستاف وما إلى ذلك وهذه دورات يقدموها إن شاء الله بداية من السنة الجاية ولكل مشتركي فوديكس يقدروا يعني إن شاء الله يحصلوا عليها طيب النقطة الثانية وأحد أهداف المهمة جدا في استدامة المطاعم هي المساواة بين الجنسين والحد من عدم تكافأ الفرص الكل لازم يحس إنه عنده فرصة إنه ينجح وفرصة إنه يقدر يوصل ولنا برضو مثال جميل الأستاذة نوف كيف يعني حسيت في تجربتك القطاع الحكومي في في نفس بيئة العمل يعني بيئة عمل ما هي سهلة يعني جديدة على النساء إنه مثلا وحدة تروح لسوق الخطرة تروح لحراج بن قاسم وما إلى ذلك يعني في يعني تحدي يعني قوي بس كيف يعني يعني مع الرؤية ومع التغيير الأساير صرنا نشوف كثير من النساء دخلوا في المجال وما شاء الله حتى يعني في في يعني نقدر نشوف أنه الفرص مرة كثير فكيف تجربتي كانت في هذا الموضوع أول شيء أنا تجربتي ترى مو من الرؤية من 16 سنة أو أكثر بس مجال المطعام يعني أنا قبل مجال المقاولات والتشطيل وكان مستنكر أنه أنا أنزل للواقع وأشارك أشرف يعني بس سهولة أو تقبل الناس لي الآن أكيد قبل أحسن من قبل اللي اللي فرق طبعا من أهداف الرؤية أنه إحنا نتحول إلى مجتمعات مستدامة مرنة كان من ضمن الـ 17 هدف اللي تكلمت عنهم أستاذ عبدالله أنه المساواة بين الجنسين مساواة أني أنا آخذ فرصتي مثلي مثل الرجل أنا ما بيأزاحم الرجل ولا بيأخذ فرصتها ولا أبي حتى أشبه أبي أتساوى معاه في أني آخذ فرصتي آخذ حقي وأسوي واجباتي مثلي مثله آخذ فرصتي في أني آخذ فرصتي أروح لأي جهة معنية آخذ فرصتي ألقى الرجل اللي مفترض أنه يقبل طلبي يعطيني يا بدون أي عوائق آخذ فرصتي من البيت من الرجل اللي عندي بالبيت أني أنا أقدر أطلع وأشتغل هذا اللي أبي والحمد لله من بعد الرؤية صدق في أمور كثير تغيرت يعني تجارب كثير في عقود الإجارات كانت ما كان الملاك يعني يرغبون أنهم يكتبونها باسم المرأة وبعد الرؤية جدا تغير هذا الشيء وأشياء كثير طبعا واجهناها بس الحمد لله الحمد لله وما شاء الله يعني كثير بيحتدوا بخطواتك وشكرا لك يعني بالعكس إحنا يفقدنا كثير من الأمثلة الريادية سواء يعني رجال أو أو نساء أمثلة حقيقية في قطاع الضيافة يصيروا رول مودن يعني إحنا دائما نسمع أنتربرنورز ونسمع عن ريادية أعمال خارج المملكة لكن الآن ما شاء الله وصلنا لمرحلة نقدر نشوف مخرجات كثير جميلة ورائدات أعمال كثير ملهمين مثل الأستاذة نوف طيب أحد الأهداف برضو هدف الحياة الصحية هدف أن يكون في داخل المنشأة وخارجها تكون في رفاهية تكون في بيئة عمل منتظمة في محفزات وما إلى ذلك في المجال وللأسف يعني لو نذكر الأمثلة السيئة كثير جدا كيف في هذا المجال في قطاع الضيافة بيتم معاملة الموظفين وما إلى ذلك فأنا أحب أسألك ساذ يحيا فيما يخص هذا الشيء ما مدى أهمية وجود رفاهية وبيئة جميلة للموظفين في هذا القطاع ذكرت نقطة اللي هي نقطة المعاملة اليوم أي شخص يشتغل في أي كانت تجاري هو موظف هو جزء من فريق العمل فضروري من دخوله للمنظومة إلى خروجه يعامل كموظف بالأشيال الأساسية اللي مفروض توفر له يعني يضرب مثال قطاع المطاعم حيتغير لما ننظر للموظفين كموظفين مو فقط كعمالة ما يفعل نشوهم كعمالة بس أنه ناس جاي تأدي عمل وتمشي لا هم موظفين هم فريق عمل مثلهم مثل لعبين الكورة يعني لازم يكون فيه شخص مدير مدرب يحتويهم يلبي رغباتهم يوفر لهم الأدوات اللي يحتاجوها عشان يأدوا عملهم بفضل صورة يعني استغرب من بعض أصحاب المطاعم مثلا سوريا على ذكر المثال بس أنه سكن الموظفين أبسط حاجة يعني اليوم إذا الشخص ما هو مرتاح في بيته كيف تتوقع أنه يأدي عمله بفضل صورة كيف تتوقع منه يبيع كيف تتوقع منه يتكلم بصورة جيدة عن المنشأة أو حتى على المطعم يعني تستغرب بعض الأماكن ندخلها بتلاقي الموظف كده تعيس نسأله إيش السبب بتلاقي أنه ممكن يقول للمدير ممكن يقول لإدارة بس فرفاهية الموظف مرتبطة من أول يوم يوصل على السعودية كيف نحن نعامل وكيف نستقبله كيف نرحب فيه وين يسكن مين يعطيه مين يجعب على سألته ممكن يكون شخص جديد على البلد مين يعني لازم يحس بالأمان في البداية عشان يقدر يدخل مع الفريق ونفس الشيء حتى مع ابن البلد بنت البلد لما يشتغلوا في قطاع المطاعم برضو لازم نعملهم كفريق عمل يعني ما ننظر لهم فقط إنهم بس مسعودة أو أي شيء بالعكس هم أعضاء فعالين ومهمين في منظومة العمل ولازم يعني نكون فير معاهم الكل يعمل بعدل يكون فيه مساواة ما يكون فيه أفضلية بغض النظر على الجنسية و بمجرد وجود البيئة العادلة حيكون فيه رفاهية وحيكون فيه بيئة عمل صحية وحتى حيكون فيه استدامة للموظف ولا في المنظومة لأنه يحس أنه جزء منها هو جالس يقدم واليوم يعني بعض الدراسات ذكرت أنه من أهم أسباب السعادة عند الإنسان لما البروغرس أو النمو لما يحس أنه جالس يكبر جالس يتعلم جالس يتطور فالتطور من أكثر الأشياء التي تسعد الإنسان فلازم الشخص يحس أنه أنا لما أدخل منظومة هذه ممكن يوم من الأيام أوصل لعلى المناصب جميل أنا شمحت لعلك بس ألاك يحيا موضوع التطور في غاية الهمية ذكر لما كنا في الفيصلية جروب عندنا ستيكهاوس وبعض البرندات وبياتو كنا جبنا جروب زملاء من منطقة جيزان نؤمن أنهم عندهم كفاءة وعندهم التزام لكن بعد ثمانية شهور تفاجأنا في تسرب كبير وأغلبهم استقال فحاولنا نروح نصلح معهم مقابلات نفهم ليش الاستقالات هذه قال ما فيه كاريرباث واضح ما فيه تطور واضح ما فيه مسار بالنسبة لي أنا فرجعنا نصمم مسار كل ست شهور كيف أنك تاخذ فرصة في نشاط ضمن المطعم إما في المطبخ أما أنه في استقبال العميل إما أنك تاخذ طلبات العميل إما في التسويق ونحاول نبني منك رائد أعمال خلال سنتين أنك تقدر تصير رائد أعمال وتقدر تروح تفتح المطعم الخاص فيك هذه التجربة فعلا وفرت شباب أنهم يستدمون عندنا تقريبا ما بين ثمانطعش إلى ثلاثين شهر ماشاء الله ماشاء الله مثال جميل جدا وأنا حب أعطي مثال شخصي سار لي أنا يوم جيت من جدة للرياض حبيت أشتغل في الرياض فاشتغلت فيه فنادق الفور سيزنز فكان سكن الموظفين هناك بالنسبة لي أنا ما كنت عارف في البداية إيش فيه في سكن الموظفين قعد ثلاثة شهور في غرف عزاب أدور وأسكن هنا وأجي من هنا بعد كذا لقيت في سكن الموظفين موجود في مسبح في جيم في خدمات صيانة للغرفة في أشياء مرة كثيرة أنا كسعودي يعني جي من جدة حسيت إنه هذا الشيء يعني بالنسبة لي شيء عظيم جدا قدرت أكتر من لو زودوني ألفين ولا ثلاث ألاف ريال فما بالك بالأجانب اللجيين من برة بيشوفوا الخدمات هذه هذه الأشياء تعطي حافز لهم أكتر من الفلوس أنت حتوفر على نفسك كثير وموضوع اللوندري سيرفز في النهاية هو بيجي نظيف بيجي كذا بيأثر مباشرة على عملك يعني في بعض المطاعم الآن صارت تسوي هذا الشيء بالمناسبة في غرفة في المطعم مع اللوك الروم يكون فيها غسالة وهو خارج يحط ملابسه في الغسالة وكذا فجودة حياة الموظف حيأدي إلى استدامة المشروع ونموه أكثر ويحس بالرفاهية أكثر فهذا الشيء جدا مهم يس أنا عندي الروف سويته مكان ألعاب وترفيذ الآن قاعد إن شاء الله كامل جميل جميل جدا ويعني برضو إحنا بمشاريعنا الجديدة كثير من السعوديين اللي جايين يعني ما يعرف لسه سوق العقار في الرياض ما يعرف أي شيء فصعب عليه فإنت يوم تعرض له ترى غرفتك جاهزة وسكنك موجود وكذا بسهولة تقدر تستقضب الكفاءات في المنظمة هذه حتى سعودي أو غير سعودي يعني بس يعني فعليا الشيء ده بيأثر بشكل مباشر على الكل بس أكمل يعني النفس اللي ذكرته للعمر وابني عليه إنه كنا لما استقربنا المجموعة الثانية الباشتو في المجموعة حرصنا إنه زي ما تفضلت وش اللي يريح في جودة العمل فكان يقول أنا أطلع تعبان ما يمديني أروحاكل أطبخ ما دريش فصلحنا لهم استجرنا لهم شقق ووضعنا في طباخ يصلح الكزين اللي هم يبونه سواء سعودي هندي غيره أيضا الله يكرم كتيابهم ملابسهم أصبح فيه مرسلة تأخذها لهم بشكل دوري وأصبحنا نعطيهم تقريبا تذكرتين في السنة محجوزة له يروح متى ما يبين جزان ويرجع بحيث أنه يرتاح يشوف أهله ينفس عن وقته شوي ويرجع لنا ثاني مرة بطاقة ونشاط أعلى وأكثر جميل جميل وهذا حيستقطب يعني هذه برضو قصص وحكاوي حد يعني تتناقل بين أهله وبين ناسه يعني في الاستدامة قلنا أحد أهم الركائز هو دعم المجتمع المشروع حتى لو في يوم من أيام واجه أزمة إذا كان بيساعد المجتمع تلقي المجتمع نفسه بيدعم هذا المشروع بيحاول يثبته بيحاول ما يخليه ينهار فالأشياء دي كلها بتنعكس إجابا على المدى القصير والبعيد على نمو استدامة المطعم طيب النقطة ثانية بما أنه تكلمنا شوية على أثر المطاعم على المجتمع نبغى نذكر مدى فائدة هذا القطاع على الاقتصاد أحد أهم الركائز الاستدامة أنه يعطي للاقتصاد مرة ثانية يعني أنا دائما يوم أدرب الموظفين عشان أفهمهم أهمية القطاع هذا بأذكر لهم أيام كورونا ما كان في أحد ياخذ تصريح للخروج وعدم تعرض ويتجولوا إلا قطاع الصحي وقطاع المطاعم إحنا وصلنا في زمن هذا أساس من أساسيات الحياة لازم يعرف هو مدى أهمية الرسالة اللي بيقدمها ما في أحد حي يجي في شقة ويبني مزرعة ويعيش يعني جديد هذا أساس لو ما كان في تمويل وما في طعام الناس ما رح تقدر تعيش في المدينة صعب عليها جدا فالقطاع هذا يعطي المجتمع والاقتصاد الشيء كثير بس أنا حاب برضو أسألك سيد عبد الله يعني بمنظور اقتصادي هذا القطاع ما مدى تأثيره على المجتمع والاقتصاد اليوم نأخذ مثال على السعودية هذا القطاع تقريبا المساهمة بالناتج المحلي يعادل أكثر من 80 مليار ريال مبيعات القطاع تقريبا 35 مليار ريال النمو في القطاع تقريبا بمعدل 5 إلى 6 بالمئة سنويا هذا القطاع متوقع أن يصل أكثر من 200 مليار عام 2027 اليوم مع وجود رؤية المملكة في السياحة يتوقع أن ينمو بشكل أيضا أسرع وتيرة من السابق قطاع التجهة بشكل عام بما فيها قطاع المطاعم يعتبر أكبر موظف للكفاءات والقوة البشرية في المملكة العربية السعودية اليوم في أكثر من مليون وستمائة عامل في هذا القطاع نتوقع أيضا السعوديين أن ينمو عددهم بشكل وتيرة أسرع من السابق سابقا كان عيب عندنا أن نعمل في مطعم عيب نشتغل ويتر عيب نشتغل هوس اليوم ما شاء الله نشوف في طلب كثير من الزمل والزميلات بالعمل وخوض التجربة والبحث عن فرص في المقاعي والمطعم أصبحت في أجاذبة أصبحت في جودة عمل أفضل من السابق أصبح الواحد يمارس سلوكيات يتعلمها هو في غاية الحاجة لها في المستقبل لما يتخرج من الجامعة سلوكيات في التعامل مع الغير سلوكيات في حل المشاكل سلوكيات في التفاوض سلوكيات في الإقناع هذا أصبح يحصل عليها بالإضافة إلى العائد المادي والدخل المادي أيضا هذا القطاع اليوم بتوفير وظائف دعونا نسميها الدوم الجزئية أو البار تايم منح الأسرة أن يكون دخل الأسرة الشامل تقريبا ضعفين إلى ثلاث أضعاف دخل الأسرة قبل خمس سنوات هذا القطاع ممكن ويعتبر يعني في غاية الأهمية لتمكين الكفاءات السعودية في المستقبل جميل يعني الواحد إذا دخل هذا المجال لازم يكون فخور يعني بالشيء اللي يقدمه للناس اللي حيوظفهم للفائدة للاقتصاد وما إلى ذلك فيه أشياء كثير ومنافع بيدر لها هذا القطاع طيب النقطة من النقاط أهداف الإستدامة هي الإبتكار والتطوير طيب إذا تسمحوا لي أنا حاب يعني أجاوب على هذه النقطة وكيف في القطاع عندنا موضوع الإبتكار والتطوير جدا مهم أول شيء قطاع المطاعم وقطاع الضيافة أول قطاع بيتأثر بأي تكنولوجيا أو أي شيء شيء جديد بيجي أول ما سارت موضوع التطبيقات وهذا على طول أول شيء تطبيقات التوصيل تطبيقات أشياء حتى الخدمات خدمات تأثيرها جدا مباشر وحنتكلم فيها بشكل متعمق قديش هذا الشيء يعني مهم وقديش التطوير متغير يعني بشكل رهيب في المجال والكونسومر بيهيفر والاستهلاك بيتغير كل مرة في اتجاه مختلف فإنه الواحد يكون على الطلاع بالمتغيرات والأشياء ويكون الإبتكار موجود جدا مهم وأنا بعطي مثال يعني جدا جميل وألهمنا إحنا كنا بنطور كونسبت ومفهوم يعني الأكل السعودي مرة صعب بالأسلوب الحياة الجديد إنك تتعايش معه إنت تبغى تأكل مندي كبسة مضغوط أي شيء صعب عليك إنك إنت تروح تاخذه في السيارة وتأكل صعب عليك إنك تطلبه وفي المكتب يلا نضرب بالخمسة كلنا فهذا الشيء حاولنا نطور مفهوم إنه كيف هيكون سهل على الشخص إنه يطلب أكل سعودي ويكون يعني الأسلوب الأكل أو الاستهلاك خفيف وسهل عليه إنه حتى لو كان في السيارة أو في المكتب يقدر يأكل وجئت هنا في وبدأنا وكتبنا الخطة للعمل والأشياء وكل شيء ومو غلط بالعكس إحنا لما يكون فيهم نفسين ونشوف أشياء تلهمنا بالسوق يعني زي ما يقولوا القمة تسعد جميع أوكي جينا هنا شفنا الكونسبت الرهيب اللي سوو هي أتنونا الطهي سرد إلا ما أكل في مطعم سرد لا يفوتوا المطعم هذا مسوين يعني أشياء جدا مبدعة كلها كده بايت يعني أكلات كده بسيطة وصغيرة المطبق في العادة يجي كبير ولازم تضرب المطبق مسوينه على شكل أصابيع تأكلوا وانت ماشي عندهم الجريش طوروه سووه زي الكورة المقلية الستايل الإيطالي طوروا سلايدر بورغر حاشي فهذا أحد المطاعم يعني اللي أنصح الجميع بزيارته كيف طوروا الأكل ما هو بس في في طعمه وفي رائحة ونكهة لا حتى في طريقة استهلاكه التطوير حي يعني هو القائد هذا يصير يعني إحنا عندنا فكرة دائما نقول أنت رائح مطعم ترى هذا يعني في قطاع الاستشعارات دائما نتكلم المنيو اللي أنت حتتطلبه في المطعم ترى لازم يكون مختلف عن المنيو اللي أنت حتطلبه ديليفري إحنا نقول هل هو صديق للطلبات الخارجية هذا الطلب ولا لا فإنت لازم تصمم حتى وتبتكر موضوع التكوي بطريقة مختلفة موضوع ما هو بس موضوع خلاص أكل وانتهينا لا فيه له إبداع كثير إبداع في إبداع في طريقة الطبخ إبداع في العرض لأن الموضوع كمان تجربة تجربة التكوي تختلف عن تجربة التاين إن فلازم تنظر لها بمنظور إبداعي وتتطور بشكل مستمر ما ينفع لأنه يعني مقولة شهيرة إذا لم تتغير التغير سيغيرك تمام فهذا الشيء في القطاع عندنا خلينا نقول إذا حياة المطعم كانت خمس سنوات ولازم تتغير الآن يعني أنا أقول هي أربع سنوات نقصت سنة ولازم تتغير الدكورات الهوية يحتاجها شوية توست يعني أشياء كثير الناس للأسف ولاء العملاء في الأجيال الجديدة قل ما هو زي زمان زمان كان واحد يروح مطعم خلاص أربع وشرين ساعة هذا مطعم نفضل أطلب منه أتكلم مع الشيف الآن الولاء قل كيف يعني تزيد الولاء حنتكلم في النقطة الثانية اللي هي كسمر رليشنشيب مانيجمينت وهذه جدا نقطة مهمة الموضوع ما هو بس موضوع تسويق الموضوع إدارة علاقة العميل هذا فن مختلف ثاني لحاله حنتكلم فيه نيجي للنقطة الثانية بعد الابتكار وأهميته من أحداث الاستدامة هي الاستحلاك الواعي والإنتاج بكفاءة هذه في المطاعم نقطة جداً حساسة يعني أنا حترك الأستاذ يحيا يقول لنا ما مدى أهمية الواست مانيجمينت اللي هي إدارة الهدر واللي نجاحه في المطام وهذا بشكل عام موضوع جداً مهم لإستدامة أي مشروع لكن بالأخص في المطاعم هذه نقطة جداً جوهرية لإستدامة المطاعم أستاذ يحيا لي تجربة سابقة في أحد المطاعم اليابانية المطاعم اليابانية بتتميز أنه بيصنعوا الريسيبيز أو الوصفات من كل شي الشيف يده بطيح عليه مثلاً بياخد بياخد فاكهة أو قطعة خضار أو دجاجة بتلاقي مثلاً نفترض أنه قطعة دجاجة بتلاقي الصدور مثلاً بيصوو فيها طبق سبيشال صدور دجاج الأجنحة بيصوو فيها تشيكين وينغز واللي تبقى من الدجاجة نفسها بيستخدموه لصنع مثلاً مرقة دجاج المرقة هذه بياخدوها وبيطلعوا منها مو فقط مرقة مثلاً يطلعوا منها مبتكرة يعني على أدق التفاصيل أنه المنتج لما يدخل المطبخ يحاولوا مايروا منه أي حاجة الشيء الثاني لي زيارة لأحد المطاعم خارج السعودية في دولة السويد بيتميزوا بشغلة شغلة اسمها أوبريشن الكفاءة التشغيلية الكفاءاتهم التشغيلية وصلوا المرحلة من الكفاءة طبعاً مثال آيكيا يعني آيكيا من أذكى للتجارب في التسوق الموجودة في العالم طبقوا على المطاعم المطعم هذا كل شخص ما في شيف ما في مدير مطعم ما في بارستا أو بارتندر في فقط مدير عام مسؤول عن الإدارة العامة وباقي الموظفين هما فريق عمل تيم ميمبرز هذا الموزيشن تبعهم وكل موظف الموظف الواحد يقدر يشتغل في كل الأقسام يعني الويتر يقدر يشتغل مقدم الطعام يشتغل في المطبخ يشتغل في في البار يشتغل في تقديم الطعام حتى في النظافة يعني طبعا شروطهم البلدية مختلفة عنها بس الموظف قادر أنه يشتغل في كل مكان يعني عادي اللي بيسووا البيتزا هو نفسه اللي يسووا السلطة هو نفسه اللي يقدم المشروب هو نفسه اللي يقدم الطعام فالشيء هذا بيساعدهم أنه يعني يقدروا يشتغلوا موظفين أقل وما في هدر في كفاءة الموظفين الحاجة الثانية الموظف نفسه يتعلم أكثر من صنعة وهو في مكان واحد ويتصير مرحلته الجاية أنه يصير إن شاء الله مدير عام وأحد المطاعم إن شاء الله سيفتح هنا في الرياض ومجرد يفتح إن شاء الله سنعلن عنه بإذن الله أنا أود إذا سمحت أعلق بس على كلام يحي لأنه كلام جميل أتذكر فيه كيس ستادي حالة موجودة يتكلم عن أعتقد اسمه أجايل كونسبت أو شيء زي كده في المطاعم نفس الفكرة اللي ذكرها أخي يحيا إنه لازم نطلع من الثقافة القديمة لا عندي هوست وعندي كاشير وعندي ويتر وإنه لازم يصير الموظف ملتي تاسكر بحيث إنه يقدم أكثر من الخدمة بنفس الوقت وبالتالي أحد الزملاء في اتحاد الضيافة عندنا بقروب اتحاد الضيافة عندهم كونسبت أكل صحي يقول أخذنا هذه الكيس ستادي اللي موجودة في لندن وحاولنا نطبقها في السعودية يقول تفاجأنا أول شيء إنه تكاليف الخفضة عندنا تقريبا 17% هذا رقم واحد رقم اثنين الكاستمر إكسبيريينس وعملية الإفادة للعميل وتجربة العميل يقول تحسنت بشكل جدا ممتاز قلت الأخطاء الموجودة عندنا يقول كانت تجربة جدا ثرية معاة صرنا نخاف فلان يمشي ولا فلان ما يمشي لأنه الباك أب والستاند والصف الاحتياطي موجود اللي ودي أضيفه على موضوع الويست مانجمنت غالبا نحنا نقول إذا عندك مبيعات رفعت المبيعات 10% كسعر وليس ككمية فقط 10% كسعر الأثر لل10% على البوتوم لاين على صاف الربح غالبا 100% الويست مانجمنت إذا أنت الويست هذا جاي من تكلفة المواد التكلفة المواد هي تكلفة مباشرة نعتبرها ضمن الكوكس إذا خفضت في التكلفة المباشرة 10% غالبا ترفع مرباحك 40% فترى الرقم هذا مو برقم سهل رقم يعتبر جدا كبير إذا قدرنا نخفض في الويست 5% أو 10% غالبا تأثيره على صاف الأرباح ما بين 20% إلى 40% جميل نقطة الكفاءة الإنتاجية وتقليل الويست بس حب أضيف عليها أن الموضوع يبدأ من البداية من المشتريات في كثير من الأساليب اللي ممكن تخفف عندنا الويست والهدر يعني وتصير فيه كفاءة أيضا في التشغيل وفي الإنتاج على سبيل المثال يعني إذا كانت فيه اتفاقيات مع الموردين وهذه برضو شغلة تساعد برضو في الكاشفلو أنت بدل ما يكون عندك مستودع كبير وتدفع عليه إيجار وممكن فيه أشياء تخرب وهذا المستودع ما يكون مناسب مثلا للدقيق ما مناسب للرز وتخرب عندك كيميات كبيرة فيه أساليب أنت تبدأ تخزن عند المهرد تبدأ تسوي شيء فطريقة الإنتاج تكون محكمة بحيث أنك أنت تخفض موضوع الويست وطبعا الفكرة التي ذكرها يحيى كل المطاعم الآن تتجه أنه يكون فيه زيرو ويست قد ما يقدروا يستخدموا كل شيء في المنتج لكي لا يترمي فيه أي شيء كل حاجة لها قيمة حتى قشر البيض يستخدموه في صناعة مشروبات وكوكتيلز وكذا ففيه أشياء كثير الواحد إذا كان مبدع ومبتكر حيصير عنده زيرو ويست وحيكون وفي نفس الوقت بيصير فيه إبداع على الشيء هذا يعني حتى الكلاينت يعني لما أنت تيجي تقوله أنه مثلا أنا عندي جهاز لإعادة تدوير النفايات وفي نفس الوقت بيستخدمه يعني كسماد للأشجار اللي عندي أو أي شيء فيه قصة جميلة حتخلي العميل يعني يصير عنده ولاء برضو أقوى للبراند حقك والآن يعني نشوف حتى يعني في المشاريع الجديدة ما شاء الله يعني في الرجسي وكذا يعني حتى عندهم أجهزة الماء ما يبغو يجيبوه من بره ما يبغو يجيبوه بلاستيك وكذا عشان ما يكون فيه حتى ويست الماء بيصنع من أجهزة تجيب من الرطوبة إلى عندك يعني تروح للجهاز الجهاز بيشتغل بنفسه من الرطوبة عشان حتى ما يكون حتى فيه هدر للبلاستيك أو سلسلة التوريد وفلوس رايحة وسيارات وكذا أبتكروا شيء خفف عنهم أشياء كثير في كفاءة إنتاجية ونعكس على المكان كقصة تروى وفي نفس الوقت ماليا واقتصاديا نفعهم طيب النقطة الثانية الآن هنبدأ خلاص أسئلات تكلمنا شوي عن أهداف الأمم المتحدة وبعضها وكيف هذه الأهداف بشكل مباشر في قطاع المطاعم بتأثر عليه وعلى استدامة القطاع طيب السؤال هو ما هي التحديات التي يواجهها أصحاب المطاعم في إدارة علاقات العملاء في إدارة تجربة العميل في موضوع السيرفيس ركوفري في التحديات التي تواجههم كيف صاحب المطعم المفروض يأخذ التحدي دا كأنه فرصة فأنا أسهلك ساذة نوف كيف من خلال تجربتك مع العملاء ومع الناس إيش أكتر أشياء واجهتيها وتحديات صعبة إرضاء العميل شلون أنت تقدر ترضي العميل يعني أنا بكل بساطة يمكن كنت أقص قصة سارت لنا لسبوع اللي فات من القصة الكثيرة اللي نواجهها أحياناً أنه العميل يستنكر أنه ليش حجم الأطباق صغيرة يعني في مجموعة عائلة رفضت تاكل ورفضت تحاسل أنت لو مكان أستاذ عبد الله رفضوا يأكلون ورفضوا يحاسبون والسبب يقولوا حجم الأطباق صغيرة طلبوا الطلب وقاعدين لما نزل الطلب قالوا لا الأطباق صغيرة جداً ما رح نأكل ونطلع لو مكان شا تسوي التحدي يعني كبير لإرضاء العميل يعني ما لك إلا أنك تقول الله حييك على حسابنا ضياف وضياف نعتبر يعني إلى الآن من فتحنا إلى الآن أربع سنوات وتعديناها وإحنا هذه السياستنا ما تغيرت طبعاً يعني إحنا نتفهم بعد العميل إذا كانت تحس زعل وهو صادق طالع من القلب أو لا أو نكسب ولاء العميل يا سلام جميل جداً مواقف كثير سارت وهذه النقطة مهمة جداً ترى سيرفيس ركاوري علاج الخدمة يقود مو إلى إرضاء العميل يقود إلى ولاء العميل ترى فهذه النقطة لازم ياخذها كل يعني صاحب مطعم في عين الاعتبار إذا واجهت مشكلة مع العميل إرضاءه في المشكلة دي حيقود إلى ولاءه وهذا الشيء هو الصعب إحنا نقول في هذا الجيل ولاء صعب وحتكون قصة تروى بعدين ترى أنا جيت هذا المطعم وأعطوني بلاش فإنت حتى تسويقياً بتاخد يعني كريدت عليها فدائماً لما تواجه مشكلة أو تحدي مع العميل خدوا كهينه فرصة هذه فرصة للعلاج حيقود للولاء جميل السرطيج جاهز هي نعم ما شاء الله جاهز يعني هذا الفرق بينه وبين التطبيقات الثانية الصراحة أنه يعني أي العميل دائماً على حق تقول له مشكلة هذه جاد هذا ما وصلني على طول بيعطوك يعني كريدت فصحيح يعني هذا الشيء مهم جداً ويعني في المجال عندنا لأنه مجال عاطفي جداً فإنت إذا كسبت العميل عاطفياً خلاص ربحت المعركة مو أنك أنت أخذت منه فلوس هذا يعني الفلوس جاي أهم شيء الرسالة التي توصل في تجربة العميل طيب جميل الآن ندخل أيا حسن ببضل أعلق على نقطة تجربة إحنا بننسى طبيعتنا كبشر أي حاجة تنقالنا لو أحد بيقول لك حاجة ممكن ننساها لو أحد يسوي لنا حاجة ممكن ننساها بس عمر الإنسان ما بينسى الشعور اللي بيحس فيه بسبب التجربة فإذا كان شعور طيب حيطلع يعني أغلب المطاعم بتركز على كريايتم ميموريز أنه يتركوا ذكرى طيبة للعميل فحتى لو صارت مشكلة وانحلت بطريقة صح الذكرى بتظل طيبة لما الذكرى بتكون سيئة بتكون تنتشر بس وصورة ف فعلا نقطة جدا جميلة أنه العميل ما عمره حينسى الإحساس إلا أعطيته هو جاك زعلان جيعان أنت حديته روقته أكلته في النهاية حيحس بعاطفة شديدة للمكان هذا وهو ذا المكسب الحقيقي في التجربة طيب الآن نيجي لنقطة مرة مهمة في النمو نقطة الامتياز أو الفرانشايز اجريمينت طيب يعني أنا بمنظوري أشوف أنه في مطاعم ينفع لها أنه الواحد يبني لها فرانشايز وفي مطاعم يا أخي مفروض واحد خلاص أنا بروح مطعم فلاني هو مطعم واحد في تجربة معينة وما إلى ذلك يعني في أشياء ينفع لها أنها تكون فرانشايز وتنتشر وفي أشياء لا فأنا حابة أوجه السؤال الأستاذ عبد الله موضوع الفرانشايز هذا أي أحد فتح كونسبت والله أنا خلاص أبعطي فرانشايز وأكسب فلوس وانتهينا كيف كيف تبنى الأسس أنه هذا المشروع ينمو عن طريق الفرانشايز والامتياز أو لا وإيش يحتاج عشان يعطي فرانشايز إيش الأسس اللي لازم تكون موجودة هناك اليوم حنا نقول الفرانشايز استراتيجية نمو زيها زي استراتيجية ثانية ممكن تنمو عن طريق قروض بنكية ممكن تنمو عن طريق شراكات استراتيجية ممكن تنمو عن إعادة استثمار الإرادات والأرباح اللي موجودة عندك دائما حنا عندنا معايير معينة نشوف هل البراند هذا أو المنتج أو الخدمة المقدمة هل هي ممكن تكون فرانشايز هل هي قابلة للامتياز التجاري ولا لا عندنا عدة أمور أول شيء هل البراند هذا سكيليبل هل هو ممكن ينتشر ولا هذا براند أساسا دادي أمامي وبالتالي لازم يكون فرع واحد ولازم يكون ديستينيشن واحد أو أنه ممكن ينبني منه سلسلة من الفروع الأمر الثاني هل ممكن استنساخ قصة النجاح ولا غير قابلة للاستنساخ رقم ثلاثة كم تكلفة الاستثمار في المشروع هذا هل هي تكلفة قابلة للتوسع والنمو ولا تكلفة يعني تكون جدا مكلفة 20 مليون وبالتالي احنا نقول صعب تجربة العميل اللي هي الأهم اللي تكلمنا فيها قبل شيء هل ممكن تكرار تجربة العميل عن طريق خدمات اللوجستية المنيو الموجود عندك أو أنه صعب أنه تخلق نفس تجربة العميل بنفس الجودة بنفس التيست بنفس الطعام مكان ثاني وبالتالي ممكن تكون سلاح ذو حدين عليك في العلامة التجارية متى ما قدرت تأسس هذه المنظومة وفريق عمل يقدر يدير العلامات والأهم يكون أنت عندك السويكولوجي أو الحالة النفسية اللي تقدر تتعامل فيها مع ممنوح الامتياز إذن أنت قادر على منح الامتياز طيب إذا أنا العلامة التجارية قابلة لمنح الامتياز التجاري عندي نجي نقول وش الأسس اللي نحتاجها أول حاجة لازم يكون عندك نظام تكنولوجي قادر على الإشراف وقادر على إدارة المشروع بكفاءة وفاعلية النقطة اللي قلتها قبل شيء وشون إحنا نعمل البزنس بإيفيشينسي عالي وتكاليف أقل لأنه تكلفت بناء البزنس ارتفعت الفترات السنوات الأخيرة الأمر الثاني وشون أنا أبني فريق عمل عنده قدرة على الابتكار والإبداع المستمر بحيث أنه التجربة لما أنقلها لجزان أو لشمال المملكة أو لغرب المملكة تكون تجربة متجددة دائما وبالتالي تحافظ على استمرار عودة العميل الأمر الثالث وشون تبني السياسات والإجراءات يسميها الاس او بي أو الستاندار وبريتنج بريسيجر بحيث أنه تضمن تجربة العميل إعداد المينيو والوصفات تقدم بنفس التجربة في الموقع الثاني الأمر الرابع التدريب ثم التدريب للعمالة والكادر البشري الموجود عند العميل إلا أنه في قيم معينة عندك وشون تحاول تنقلها للأفرع الثانية اللي خل البيك فترة طويلة أنه ما يمنح امتياز التجاري كان دائما يقول أنا عندي قيم أخاف لما أمنح امتياز التجاري أفقد هذه القيم فأنتو شون توجد هذه الهيكلة وتقدمها للعميل أهم شي أنها تكون العلاقة ما بين المانح والممنوح هي علاقة وين وين سيتيوشن الجميع يربح وليس وين لوز يعني بعض الأسف اليوم وين لوز يقول لك أنا أحاول أكسب قدر الاستطاعة هتراً بشكل سريع هذا صراحة مجازفة كبيرة ولا ننصح فيها الامتياز التجاري متى ما بني بطريقة جميلة غالباً بعد توفيق رب العالمين حيكون الأثر المادي على مانح الامتياز أكثر من أعرف علامات تجارية اليوم في السعودية وصل القيمة السوقية للعلامات التجارية أكثر من 400 مليون ريال لا يملك فرع واحد ولكن عنده نموذج امتياز مميز وفر الكوادر البشرية المميزة استعان بفريق العمل والستشارين المميزين وحقيقة اليوم إحنا في فران وي يعني لنا الشرف أنه نخدم حمسة وتغمية السادة نوف وإن شاء الله تطلق نظام الامتياز قريباً أول ما يعني تشرفت أو تشرفنا أنه نشوفها قلت إحنا اليوم عملا من أربع سنوات للبراند ونتشرف أنه نخدم أنا من أربع سنة من ثلاثة شهور أول ما فتحنا كنا ننطلب فرانشايز وعندي نفس الشي أقول لهم أنا عندي قيام ما بي أنزل عنها والوحيد اللي أقنعنا عراب الفرانشايز استاذ عبدالله اليوم أنا والله فخور وفخور أيضاً في آرابيكا أحد العلامات فاللي بصل له أنه أهم شيء اليوم الصدق والشفافية في التعامل تقديم الدعم لممنوح الامتياز الحرص على نجاح ممنوح الامتياز الابتكار والتنوع في المنتجات تقديم خدمة بتكلفة معقولة جداً بحيث ممنوح الامتياز يستعيد الاستثمارات اللي يوفرها ويحقق ربح يضافي وبدال ما يأخذ فرع واحد يبينشوفه يأخذ الفرع الثاني ويأخذ الفرع الثالث ويأخذ الفرع الرابع جميل جداً شكراً لك والله يعني معلومات مثرية جداً ومهمة وشدتني نقطة إنه win-win situation في النهاية إنه ضروري إنه في قيمة تعطى سواء أنت مطعم stand alone أو حاب تعطي فرنشايز لازم تكون في قيمة تعطى لصاحب الامتياز وللمكان فشكراً لك على هذه النقطة نروح للسؤال الثاني ما مدى تأثير التكنولوجيا جداً مهم هذا السؤال في نمو القطع ما مدى تأثيره ما مدى أهميته قديش التكنولوجيا دي بتأثر في القطاع سؤال كل الجميع نبوح نبدأ بها كمان طيب أهميته